صرح مدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن شيخ عن عملية بدأ توزيع حقوق المؤلفين عن الفنانين لسنة 2016 الذين بثت عمالهم في القنوات التليفزيونية والتي وصلت 87 مليار و 400 سنتيم وسيوزعها الديوان على 4785 مستفيدة أكثر تفاصيل في ميكروفون سرب الحور قبل نهاية السنة راح نوزع لفائدة المؤلفين اللي عندهم مصنفات استغلت في الشروق أو في النهار أو في تزاير العملية كاملة الديوان الوطني حقوق المؤلف وزع 874 مليون و 212 ألف و 713 فاصل 66 دينار يعني نعود 874 مليون و 212 مليون و 713 فاصل 66 دينار بصفة أخرى يعني 87 مليار و 400 لننوزع فيها يعني لفائدة 4785 مليون و 475 مليون و 785 من المؤلفين الجزائريين كما سيوزع الديوان 20 مليار سنتيم لفائدة الفنانين الذين بثت عملهم على الإداءة يعني لفائدة مصنفات اللي تابع للتوراث اللي تستغل فالتوراث تاني يدخل درام ولكن يدخلهم للدولة يعني المستفيد نتعو c'est l'onda يعني لفائدة مليون و 613 مليون 080 دينار يعني 10 مليار فاصل 3 الإجزيكوشيون بوبليك يعني TV غاديو 2016 يعني واش استغل في سنة 2016 عن طريق جيلة فام لاشن 1 لاشن 2 الباهية سيرطا وكل يعني القنوات المحلية والجيهوية وكلوش دخلنا منهم راح نوزعوا للحقوق منهم 208 مليون دينار يعني 20 مليار و 800 لفائدة هاد المؤلفين اللي فاتوا المصنفات تحت